مثل التأيام من صباح الخميس هو مرحلته الأخيرة بس لا شك أنه انتفاد الحرارة حيكون أكثر وأكثر وبالتالي انتفاد الحرارة بيؤدي للساقط للسلوج على انتفاد مصطبة أكثر يعني ممكن نطبع حدود الأزمة بالساعات الأدمة خاصة من درجات الحرارة اليوم كانت مثلا بزحلة ثلاث درجات صباحا بأرتبة درجتين بيصور أربعة وبالأرس ناقص واحد حتى على الساحة درجة حرارة تسعة هلأ الكمية الأمطار أو الغيوم الآدمة هي متوجهة أكثر في المنطقة جنوبية يعني بالمرحلة الأخيرة من المنطقة الجو اللي هو دي نحسر ليلة الجمعة السبت المنطقة جنوبية هتكون عرضة أكثر للأمطار وحاليا في أكثر شي لبرء ورعد وأمطار غزيرة هي من منطقة جنوبية وكذلك من مطقة جبلية بقى وسط لبنان الحصاره حيكون تداءن صباح بكرة بيبقى عنا في أمطار صباح بكرة لأنه بيكون في دعبعة طوبة وغير حرارة نصفض أكثر بكرة لذلك الأمطار مستمرة حتى تقريبا من الساعة الصباح الأولى من نهار السبت وبعدين بيكون في عنا هو شمال لنهار السبت ونهار الأحد بيؤدي لتكون طبقات من الجليل على ارتفاع ألف متر ومفوق هذا ما نحذر منه أكثر شي نعم يعني فينا نطمئن المشاهدين ونعتبر أنه المنخفض الجو هو اعتيادة جدا لمثل هالفترة من السنة أكيد نحن هلأ بكنون تاني ومثلما شفنا كانون الأول مكان كثير منطر عادة لما يكون كانون الأول ضعيف بكمية الأمطار كانون تاني بيكون أفضل بكثير وبيعود إجمالا بكمية الأمطار لأنه هدول الشهرين هنا أكثر شهرين بشتفيهم الآن بالنسبة لمناطق الشمالية كمية الأمطار وصلت تقريبا 300 مليمتر تقريبا هي كمية كثير منيحة هي تقريبا حد المعدل العام الوسطي هلأ بيروت ومناطق وقسمة جنوب من لبنان بعضهم تقريبا أقل من المعدل العام بس أكيد كمية الأمطار لتصاعد تم دارح اليوم هترفع المعدل نعم يعني فينا نعتبر أنه نثبت كمية الأمطار لحد الساعة مازالت خجولة بالنسبة لبيروت وقسمة جنوب من لبنان بعدها أقل من المعدل العام يعني مش خجولة فينا نقوط حسنا لتمنين لأن كمية الأمطار للصاعد حواليها 60 مليمتر يعني استفع المعدل بيروت لـ 180 مليماتر. المعدل العام هو 280 الوسطي. هو معدل كثير جيد. نتأمل بشكل ثاني نرجع كمان نعوض أكثر. بس بالنسبة للمعاطق الشمالية نحن كثير جيدين. نعم. شكرا لك عبد الرحمن زواوي على هذه التفاصيل. وعلى وقع استمرار العاصفة الجوية تبدو غرفة التحكم المرورية على استعداد كامل لتسهيل حركة المرور. طرقات جبلية متنوعة كانت قطعت بفعل تراكم الثلوج. كيف يبدو وضعها الآن؟ وماذا عن الاستعدادات للمرحلة المقبلة للمزيد؟ ينضم إلينا الأستاذ أسعد شمعون من غرفة التحكم المروري. أهلا بك. ما هي الإرشادات المتوجبة على المواطنين للتقايد بها؟ موجود. تعطيكم لعافية. نعم. تفضل. فعلنا الطرقات الجبلية ضحر البيضاء. ترشيج ضحلة سالكة لجميع المركبات. والطرقات المقطوعة لتراكم الثلوج. عيون السمان حدث بعلبك. طريق لمناترا حدث بعلبك. وطريق معاصر شوف كفرية وعينات الأرض مقطوعة. نعم. وأكيد يتوخل هذا المواطنين وينتبهوا لسلامتهم. نعم. هل في إرشادات معينة لازم يتبعوا على المواطنين بكافة المناطق؟ أكيد مناطق الجبلية بدون ينتبهوا في يستعملوا كل الأصص الضرورية لسلامتهم. وينتبهوا على الجليد من عشية بطبيعة الحال. نعم. وفي إرشادات كوالأمن الداخلي والدفاع المدني كمان يتأيدوا فيها أكيد.